أهلا بكم تحرص مصر على تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع مختلف الشركاء في مصر والعالم في وقت توفر فيه الدولة إطارا تشريعيا لتنظيم مشروعات وفق خطة واضحة تسير بها الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات التي من شأنها تحقيق هدف التحول الكامل نحو الطاقة النظيفة ومن أجل تحقيق نقلة نوعية في مجال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة اعتمدت الدولة الاستراتيجية الوطنية للهايدروجين الأخضر والتي تأتي بهدف تطوير اقتصادات الهايدروجين محليا عبر ثلاث مراحل بدأت عام 2022 بتحفيز ودعم تنفيذ مشروعات لوضع الأسس لإنتاج سوق تصدير الهايدروجين منخفض الكربون مجلس الوزراء وفق على مشروع قرار بشأن إنشاء المجلس الوطني للهايدروجين الأخضر ومشتقاته ويهدف المجلس الوطني للهايدروجين الأخضر ومشتقاته إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهايدروجين الأخضر ومشتقاته بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي ويتابع المجلس تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهايدروجين الأخضر واقتراح تحديثها في ضوء المستجدات الدولية والوطنية وفي إطار تنفيذ مخرجات قمة كاب 27 التي عقدت بشرم الشيخ شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح غرب سهاجة بقدرة ثلاثة جيجاوات بين هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركات عالمية حيث توفر طاقة نظيفة ومستدامة لنحو مليوني منزل مصرية وتسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار ستة ونصف مليون طن سنويا وتسعى الدولة إلى تخفيض اثنين واربع من عشر مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا وتوفير الكهرباء لنحو أحد عشر مليون وحدة سكنية وتوفير ما يقدر بنحو ستة ونصف مليار دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية إضافة إلى خلق فرص عمل تصل إلى نحو مائة وعشرين ألف فرصات عمل ليس ذلك فحسب بل تعمل مصر من خلال السعي الدقوب على الانتهاء من تنفيذ الاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها على هامش مؤتمر كوب 27 مع مستثمرين عالميين لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهايدروجين الأخضر والتي تبلغ كلفتها الاستثمارية نحو ثلاثة وثمانين وستة من عشر مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة توفر قدرات طاقة متجددة بنحو تسعة وسبعة من عشر جيجاوات في المرحلة التجربية وتصل لنحو ستة وثلاثين ونصف جيجاوات في المرحلة الأولى من المشروعات المنفذة كانت مصر قد وقعت العديد من الاتفاقيات لإنتاج الهايدروجين ومنها عقد اتفاقيات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء مشروعات لإنتاج الهايدروجين والأمونيا الخضراء بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ ثلاثة وثمانين مليار دولار بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تمتج المشروعات مجتمعة معنا نحو سبعة ملايين وستمائة ألف طن من الأمونيا الخضراء ومليونين وسبعمائة ألف طن من الهايدروجين سنويا مشاهدين كان هذا عرضا حول جهود مصر نحو تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة شكرا على طيب المتابعة